إذن هي لها مصلحة في وجود هذا الصراع وسط مراره وهي انتهزت الفرصة لاحتلال بعض الأراضي السورية هناك احتلال تركي بالمعنى الحرفي للكلمة احتلال تركي لأراضي سورية واعتداء تركي على مواطنين سوريين ومنعت الجيش السوري من دخول عفرين إذن تركيا لها مصلحة مباشرة فيما يحدث على الأرض الآن غير تركيا أطراف كتير جدا أقليمية ودولية لها مصلحة مباشرة في خلخالة الوضع في سوريا بدعم بعض مجموعات المعارضة وتسلحها وتزويدها ليس فقط بسلحة ولكن بإذا كانت مجموعات المعارضة